فيه اهتمام بملف التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة عشان كده شفنا تطور كامي وكيفي غير مسبوك وده نتج عنه تقدم في ترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية بالتأكيد تواجد الجامعات المصرية في مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية ده بيرجع للجهود اللي بتتم لتشجيع النشر العلمي الدولي تقديم الدعم كمان الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية ده غير وجود البحوث اللي بتتم فيه جامعتنا خلونا نعرف تفاصيل أكتر من أستاذة الشماء عدلي نائب مدير تحرير روزل يوسف يعني من ورانا درقتي في صباح الخير يا مصر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك صباح الخير يا مصر يعني في البداية حابين حضرتك تكلمين عن إزاي شايفة اهتمام أو الاهتمام اللي بتليد دولة بملف التعليم العالي والبحث العلمي في العشر سنوات الأخيرة بالتحديد حقيقة احنا كنا من عشر سنوات برى الكوكب زي ما بنقول كده مش تصنيفات بس كان عندنا مشكلة في كم الجماعات وكان عندنا مشكلة في الكيف فمثلا من عشر سنين كان عندنا ما يقرؤ من 40 جامعة بس في وقت ان كل الأبحاث العالمية بتقولك ان احنا محتاجين جامعة لكل مليون فكنا منتكلم ان احنا عايزين 100 جامعة واحنا عندنا 40 وكان ممكن الدولة يعني تبسط الجمهور جدا والشعب انها تزود مثلا جماعات خاصة وتزود جماعات حكومية لكن الحقيقة الدولة مشت في مصارات تانية فعملت جماعات تكنولوجية عملت جماعات دولية عملت جماعات أهلية بدأت تدخل في محافظات ما كانش فيها جماعات يعني مثلا ما كانش فيه ولا جامعة خاصة في الصيد فالطلبة تضطر انها تسافر وتقيم في القاهرة ويحصل تكالب على بعض الجماعات فاشتغلت في انطاق الكمي وبعد كده استحدثت مصارات جديدة مصارات جديدة يعني ما كناش نسمع زمان مثلا عن كلية للزكاء الاصطناعي كلية لانترنت الأشياء تخصصات في مجال تصنيع الألعاب تخصصات في الحوسبة فكل ده عمل طفرة في ان احنا بقى عندنا كم كبير من الجماعات فده بيتيح للطلبة ان هم يتنوعوا ويخشوا ويختاروا المجالات الأقرب ليهم بالإضافة إلى تخصصات مختلفة ومنتشرة على نتاق الجمهورية طبعا ده تطلب جهد كبير جدا جهد تشريعي ان انا قبل ما اعمل مثلا جماعات تكنولوجية أو أهلية محتاجة اعمل لها قانون خاص بيها تشكيل مجلس إدارة أماكن تخصصات جديدة لدرجة ان هم اصدروا قرار عدم انشاء جماعات في القاهرة خالص لان كل رجال الاعمال او حاجة عايزين يعملوا جامعة يروحوا حطين في القاهرة لان هي اللي عليها الاقبال فتم اصدار قرار في الوقت ده مفيش جماعات في القاهرة قاهرة القبرى كلها علشان يجذبوا ان احنا نروح سينة نحنا نروح البحر الأحمر نحنا نروح الصعيد وده طبعا تواكب مع ان احنا بقينا نعمل الصوت الجديدة ومنية الجديدة فبقى عندنا في الصلحية وعندنا في سينة اكتر من جامعة فده عمل مجتمع عمراني مختلف وجماعات مختلفة طيب اهمية التنوع في هذه الجماعات يعني قلت ان احنا الجماعات الحكومية موجودة فاحنا فتحنا الباب للجماعات الخاصة لمزيدنا الاستثمار في هذا المجال في جماعات تكنولوجية وجماعات أهلية اهمية هذه التنوعية التنوعية دي مثلا زي ما حادك بتقول كده مثلا الجماعات التكنولوجية الجماعات التكنولوجية دي عاملة زي الحصان كده الرابح لطلاب الدبلومات الفنية لأن كان عندنا مشكلة في الدبلومات الفنية أن هم بيخلصوا وبيعودوا بيبقى كل حلمهم أن هم يخشوا التخصصات التقليدية في الجماعات اللي هي التجارة والأداب والحلم الأكبر الهندسة لكن نحن دلوقتي يقول لهم لأ نعملنا لكم عشر جماعة تكنولوجية عايزاك وإنتوا بتخصصات ندرة مش موجودة بتخصصات لك وإنتوا بالشراكة مع رجال أعمال فتخيل حضرتك الطالب بياخد 20% نظري و80% عملي مع شركات كبرى بيتدربهم وبتخدهم في المصانع مع اتفاقات مثلا مع وكالة الفضاء مع شركات أن هم بينزلوا الورش وبيشتغلوا أثناء الدراسة أثناء الدراسة وفي الصيف وده هيخلق لهم فرص عمل فالطالب بتاع التعليم الفني ما بقاش مجرد أنا خلصت الدبلوم فأنا خلص ما دخلتش كلية اللي أنا عايزاها أو أنا دبلوم لأ أنت عندك جامعة تكنولوجية عشرة منتشرين فيهم تخصصات مختلفة في مجال السيارات في مجال التكنولوجيا في مجال التكنولوجيا التصنيع الدوائي كل واحد بيختار تخصص اللي هو عايزه وهيلاقي رجال أعمال بتدربه فبالتالي التعليم بقى ممتع أكتر من فكرة التعليم الحفظ والتوقين زي ما احنا بنقول الجماعات مثلا الدولية عندنا 6 فروع في العاصمة فاحنا ممكن نقول نحنا عندنا خرجنا دفعتين من العاصمة العاصمة الحاجة الوحيدة اللي أكتر حاجة اشتغلت فيها أو الحاجة الوحيدة اللي اشتغلت فيها هي الجماعات خمس دفعات بقوا في العاصمة شباب بيتعلم بدل ما يسافر برة وفر عملة بدأوا يجذبوا طلب أجانب بدأوا يعملوا استقدام لأسات زي أجانب بيروحوا وبييجوا حتى لو فيديو كونفرنس فده كله عمل تنوع في التعليم اللي مش عايز جماعات دولية بقى فيه جماعات أهلية بقى فيه جماعات أهلية حكومية فده كله بيخفف الإقاع على الجماعات الحكومية وبيعمل تنوع في الدراسة وفي نفس الوقت الدولة عمل شروط إن أي جماع هتيجي مش هتعمل التخصصات التقليدية اللي احنا بنتكلم عليها فانا مثلا المجي أقدم مثلا بنامج حقوق أقدم بنامج إعلام أقدم بنامج مش هيبقى بالشكل التقليدي اللي موجود في الجماع الحكومية فده هيعمل تنافسية من الجماعات وهيعمل إن الطالب لما يسافر برة يلاقي المناهج بتاعته دي موجودة برة هيلاقيها معتمدة وطبعا ده هيجذب طلبة وافدين وده طبعا صراع كبير بين الدول في المنطقة العربية على ترطة الوافدين دي فمصر بدأت تنافس بقوة في موضوع الوافدين طيب إحنا بندرس إزاي إنشاء الجماعات دي أنا عندنا النهار ده جماعات أهلية جماعات تكنولوجية والعديد من الجماعات المختلفة هل بيبقى فيه دراسة لسوق العمل محتاج إيه فبالتالي أنا ببتدي أدخل كليات جديدة زي ما حضرتك تتكلمي دلوقتي عن الزكاية الاصطناعي مثلا هل أننا الاهتمام بالتعليم الفني أنا عارفي كلنا عارفين 70% من الخارجين في دولة منتجة ومهمة زي ألمانيا هم من خريج التعليم الفني إزاي بيتم دراسة إنشاء هذه الكليات هل أنا نهار ده فيه تواصل ما بين السوق العمل محتاج إيه وإنشاء هذه الكليات ده حقيقي هم فعلا بنيدرس السوق العمل المحلي والدولي لأن احنا ما بنشتغلش لوحدنا ولا هدفنا إن الخريج يفضل هنا إحنا عايزين نصدروا خاصة لأوروبا وزي ما حديرك قلت مثلا ألمانيا بتحتاج ربعمائة ألف عامل سنويا كان من كم سنة عندنا مشكلة إن إحنا عندنا الفرصة دي وألمانيا مرحبة بيها لكن ما عندناش كفاءات فكان الناس لما تروح تتقدم بتفشل تماما ليه؟ لأنهم عندهمش مهارات مهارات العمل ده دلوقتي عشان ننشئ جامعة فبيبتدوا يشوفوا احتياجات سوق العمل المحلي في المنطقة دي إحنا عايزين إيه؟ بنرفض أي تخصص تقليدي بنبتدي ندخل شركات مع جماعات دولية علشان نرفع مستوى الطلبة وفي نفس الوقت الجامعة بتحرص على إنها تدخل في ركاب الاحتماد الاحتماد المحلي لما يعني أول ما الدولة عملت هيئة الاحتماد نسألت لك إيه هيئة الاحتماد يعني إيه أعتمد جامعة جوه؟ لما أنا لازم أعتمدها جوه علشان يتم اعتمدها برا فكان نخريجي عندنا يخرج يسافر يلاقي إن شاهدته دي عبره عن ورقة مختومة آمن جامعة محترمة وكل حاجة في مصر لكن هيئة ليس لها معنى فيضطر إنه معادلة بقى معادلة وامتحان وبيفشر في الامتحان فدلوقتي راح حصل حراك كل ده فحضرتك جامعيتك دي لازم تبقى الجامعة معتمدة والتخصص معتمد وبدأوا يشتغلوا زي ما حالك بتقولي كده في التخصصات يعني حتى تخصص كل الطب مثلا ليه غيرنا الدراسة في كل الطب يعني إلا خلينا مثلا نغيرها من كم سنة 5 plus 2 5 زائد 2 علشان إحنا كنا هنبقى في 2024 مش معترف تمام بأي خريج كل الطب في مصر فهيئة الاعتماد بتاع كليات الطب بعتت لكل زي بعتت كده لكل العالم إن الخريج لو ممشيش على المسود أو المنهج ده ليس له معنى فمصر راح مغير منهج كل الطب وكلها والنظام التعليمي وهكذا طبعا في الصيدالة وهكذا في كل التخصصات طيب نحب دائما نبص على الإشادات والتصنيفات الدولية والمؤشرات العالمية ونحن لدينا مجموعة كبيرة من التصنيفات أريد أن نتكلم فيها مع حضرتك وهذه التصنيفات مهمة جدا ليه لأنها بتتكلم كمان عن جامعات الحكومة مش فقط الجامعات التكنولوجية والأهلية والدولية الجامعات الحكومية العادية اللي هي بتاعتنا دي هنبدأ مع حضرتك من تصنيف شانجهاي بإدراج أربع جامعات في تخصص الطب السريري جامعات المنصورة وعين شمس والقاهرة وكمان جامعة الإسكندري احنا عندنا أكتر من تصنيف زي ما حادتك بتقول كده والتصنيفات دخول مصر الجامعات مصر في التصنيفات مهمة جدا لأنها بتسهل للطالب فرص العمل برة وبترفع من مكانة البحثين والعلماء احنا مش هنقتصر حتى الجامعات الناشئة يعني كنا من كم سنة بنعاني أن فيه نقعد مثلا مع رؤسات الجامعات نقول لهم ايه المشكلة في عدم دكول جامعاتكم فقولوا أن احنا جامعاتنا جامعة ناشئة فبدأوا لا بدأوا يخشوا في الجامعات فتلاقي أن جامعة أسوان موجودة جامعات كفر الشيخ متقدمة جدا فمش قاهرة وعين شمس وسكندرية والمنصورة بس فتلاقي كل جامعة بتشتغل في نطاق معين هي متميزة بي بتلعب على مثلا دي تصنيف التنمية المستدامة ده على الجامعات الناشئة لأنها لست جامعة مثلا فرع حولناها جامعة بقالها 15 سنة التصنيفات دي مهمة جدا علشان بترفع من شهادتنا وبترفع من إمكانياتنا والبحثين عندنا والأسادزة في هذه الجامعات لما بتسافر بره بتعمل اتفاقيات وبتجيب أبحاث موالة من الخارج فده بيسهل على الدولة إنها ترفع مستوى البحث العلمي كله احنا كمان عندنا من ضمن التصنيفات تصنيف الـ QS البريطاني كان عندنا خمس جامعات مدرجة تحت تصنيف الـ QS البريطاني النهاردة خمس جامعات في 2018 النهاردة في 2023 عندنا 15 جامعة مدرجة تحت تصنيف QS ده معناه ايه؟ قد ايه مهم التصنيف QS ده؟ هو تصنيف QS ده من أهم التصنيفات اللي موجودة والمعلومة الحديث بتقوليها دي مهمة جدا خاصة أنها أحدث حاجة لأنها 20-24 فده احنا من لمحصات 9 سنين اشتغلنا فيهم في مجال التصنيفات QS بيقوم على فكرة نسبة الأسادزة للطلبة ودي كانت عندنا مشكلة عن تكدس مثلا في بعض الكليات نسبة الطلبة الأجانب قد ايه في الكليات وممثلين ازاي؟ نسبة الاستشهادات المرجعية ودي كانت مشكلة عندنا أن علمائنا وأسادزتنا عندهم مشكلة في أن هم بيعرفوش يجيبوا أبحاث أبحاثهم مش ممولة الأبحاث بتاعتهم غير معترب بيها كانت بتقابلنا مشكلة أن الأبحاث باللغة العربية فكانت فيه مشاكل كتيرة جدا فدخلنا بالكم ده في تصنيف QS ده هيرفع من مشاركتنا أولا في كل التصنيفات ثانيا فيه الاستقدام للطلبة الأجانب والوافدين وفيه الاستجداب تمويل أجنبي للأبحاث دي عظيم فيه مؤشر كمان سيماجو أهمية هذا المؤشر نحن نكون موجودين في هذا التصنيف تم إدراج أربع مراكز بحثية مصرية ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زي ما حديك بتقول كده المشاركة المراكز البحثية دي حاجة مهمة جدا لأن إحنا كنت عندنا المراكز البحثية لا نعرف شيء عنها ما نعرفش مين هي المراكز دي بيعملوا إيه البحثين فيها بيعانوا قد دي دلوقتي المراكز البحثية دي بدأت تدخل في القاء العمل فبقى فيها عندنا هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بتمول الأبحاث دي أكاديمية البحث العلمي بتمول فمثلا أقول لحضرتك أن هي مولة ب395 مليون جنيه أبحاث علمية خلال طبعا التسع سنين اللي فاتوا فده بيشجع البحثين أن هم يشاركوا بالأبحاث لأن مشاركة البحث ونشره ده عملية مكلفة وعملية مرهقة محتاجة تجهيز معامل محتاجة نشرف دوريات محتاجة استشهادات أحيانا بيحتاجوا لمشاركات من جهات أجنبية فأنا لما أجي أقول لهم كأكاديمية البحث العلمي أنا بمول لكم المشروع ده وطبعا أكاديمية البحث العلم يعني المسألة مش مسألة مقتصرة فقط على المعلومات أن أنا بوفر له معلومات لا أنا بمول له كمان المشروع بالضبط كده أنا بمول له بمول له كمان حاجات فيه تمويل أجنبي موجود فبيسهل له القاعدة المعرفية بجهز له المعامل بجهز له الفلوس علشان ما حطش عوائق قدام البحث ده إنه هو يجي يقول أنا بشتغل واحد يعني عندنا مثلا معامل كتير جدا لكلية الحكومية غير مؤهلة تماما طب البحث هيعمل بحث إزاي أحددك ولا عمل لي معمل ولا مجهز لي فلوس ولا بتشجعني على النشر ولا بتديني فلوس بعد ما بخلص ولما بنشره بلاقي نفسي نشره في مجلة محلية فجات الدولة قالت إيه كل العوائق دي ففيه كمية لجانة تشكلت علشان نشوف إيه مشكلة البحث البحث ده مشكلته إيه ما بينشرش إليه فبدأت تتحط كل النقاط دي بصراحة من تسع سنين فعشان كده لقينا التفرة دي لقينا مرة واحدة جماعية لقينا مراكز بحسية لقينا اعتماد محلي لقينا تغيير فحتى أسامي الكليات فتلاقي الطالب مثلا كان بيخرج من كلية تجارة بره لما بيقدم شهد يقوله إيه كلية تجارة ده فاكتشفنا إن حتى مسميات الكليات اختلفت فمسلا التجارة عن شامس بالزبط راح مغارع نفسها البزنس فالناس قلتلك إيه ده 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 فتكاسة لا هو مش فتكاسة يعني ده لم يفعل لنوع من أنواع التقاليع لا هو حتى يتم أن كلية دي متخرج منها حد محترب باسم الكليات لأنه ما ينفعش التخصص يبقى عندي في مصر مختلف عن بره لأن الطالب ده مسافر بره أنا لازم أجهزه لسوق زي ما حدتك قلت كده لسوق العمل المحلي والدولي طبع نعني ترجمة كلمة تجارة نفسها كوميرس تاني للتصنيفات العالمية لكن مهم قوي النقطة دي أنه بقى فيه تغيير في فكرة حتى البورد اللي شغالة في الجامعات يعني خليني أقول النهاردة إحنا في صباح الخير يا مصر إحنا كل فترة بنجيب عدد من الطلبة اللي قاموا بإجراء بحوث أو مشاريع التخرج بتاعتهم لقيت إقبال كثير قوي من الرواد السوشيال ميديا يعني بنلاقي شباب وجبابنات عملوا مشروع التخرج بتاعهم عملوا لي يعني بيج على السوشيال ميديا وناس كثيرة جدا نبتد أن هم يعملوا فالو للبيج دي ويبقوا مقبلين على استخدام أي أن كان بقى المشروع ده بيقدم إيه من خدمات قد إيه كمان مهم أن نحن نستثمر في الدكاترة الموجودين في الجماعات لتغيير الفكرة خلييني أقول بالتالي ده بيأثر إجابة على طلبنا هو الفكرة فعلا نتغير تماما لدرجة أن بعض الجماعات الجديدة والمصارات الجديدة اللي تكلمت عددك فيها دي بقى فيها رجال أعمال موجودين علشان يقولوا سوق العمل محتاج إيه فأنا محتاج إم الطالب فهدد ده تدربهولي يجي عندي الورش يتدرب وأنا أساعده في التدريب فأنا أخذه لكنه كان بيحصل أن ده شغال لوحده بتخصص بتدريب وسوق العمل محتاج حاجة زي ما حديدك بتقولي كده مشروعات التخرج حتى بتاعت الطالب بفترة الأخيرة اتغيرت تماما فبعد ما كانت كانب عبارة عن جانب نظري كده لا يعني أنا كنت مشاركة في كلية الزكاة الاصطناعية فبعد مشروعات التخرج أنا شفت أفكار بريلينت جدا يعني براقة جدا الطالبة عاملة مشاريع مستخدمين فيها الزكاة الاصطناعية فانتقلنا مثلا من روبوت يجيب الحاجة للمريض أيام كورونا لو تفتكروا دي كانت عاملة انقلاب إزاي الطالبة عملتها لأنهما كانوا شغالين من الأول إلى أن احنا مثلا نعمل نضارة بتساعد المكفوفين أن هما يشوفوا طبعا مش تشوفوا مية في المية بس قصدي بيشوفوا الإشارات بيسمعوا الأصوات الطالبة بقت مدركة لأهمية أن مشروعات التخرج ده ممكن يساعدهم فرصة التوظيف وبقينا لما منيجي ناقش مشروعات التخرج بنجيب رجال أعمال ومستثمرين يشوفوا الفكرة لأ وبعد رجال أعمال بيمولوا كمان هدي المشروعات بالزبط بتتعرض عليهم زي بربوزال كده فلو عجبتهم الفكرة ممكن يحصل لها تمويل الطالبة بقت مدركة أن هي دي الخطوة الأولانية لشغلهم زي ما كنا احنا كنا صغارين في الكلية فمشروع التخرج بنقدمه في الجرنان أو في المؤسسة العلمية عشان يدربونا هم بقى التخصصات كلها بتشتغل على ده فالطالب بقى أسكى أنه هو يقدم فكرة نظرية لا هي بوابته للحصول على عمل فده مهم جدا عدلي نائب مدير تحرير روزا اليوسف ألف شكر لحضرتك